في اللحظة اللي انا بكلمك فيها دي فيه امر في منتهى الخطورة بيحصل في الاسكندرية تحديدا احمد رفعت لعب مودرن فيوتشر في نهاية لقاء مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري سقط مغشيا عليه وقع مغمى عليه وتم نقله للمستشفى بدون تدخل من اي حد ادي اللقطة حضراتكم مش شايفين اهو معاكم مش ده مش ده احمد رفعت اهية دي اللقطة بص احمد رفعت هو ذلك اللاعب المتواجد فيه ارضية الميدان الفرضية الملعب اللي وقع فجأة مرة واحدة شايف اللقطة دي بدون اي تدخل وتم نقله مباشرة للمستشفى لو انا عندي صوت البروي فاسمع صوت الجمهور يبقى عظيم عشان يسمع الجمهور الاتحاد السكندري في نفس الوقت اللي بيقع فيه رفعت بيقولي الحاكم صفر الغي المباراة لكرة ولا غيره ان شاء الله ان شاء الله بازن الله نتطمن على احمد رفعت احمد تم نقله بص حالة الصدمة كبيرة جدا 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 عند جمهور الاتحاد السكندري وآآ بطبيعة الحال مودرن في يوتشار فريق ليس له آآ جمهور فبطبيعة الحال الحالة فيه حالة قلق كبيرة جدا جدا احمد رفعت احمد موجود فيه احدى المستشفىات فيه الاسكندرية ادي تحرك الاسعاف متواجد في المستشفى انا ممكن اقطع لك دلوقتي حالا على صورة حية من آآ امام المستشفى متواجد كابتن حسام حسن المدير الفني ليه منتخبنا الوطني للاطمئنان على آآ احمد آآ رفعت فيه كلام كتير انما انا في اللحظات اللي شابه كده انا بتكلم رسمي عندي معلومات لكن لا الاجتهدات بتنفع في الامور الطبية ولا تنقل الاخبار وتضاربها ينفع في التوقيت زي ده انما اللي ينفع ان انا اجيب لك دلوقتي حالا على الهواء صورة حية ينفع اجيب لك مصدر على الهواء مباشرة يشرح لنا بالزبط ما هي آآ الحالة الصحية في الوقت الراهن لآحمد آآ رفعت جماهير الاتحاد سكندري كلها بلا كورة بلا غيره خلاص الموضوع هنا انتهى بالنسبة لهم موضوع الكورة واهم حاجة هو اللي اطمئنان على آآ احمد احمد ان شاء الله بإذن الله يقوم بألف آآ سلامة من اللاعبين المميزين جدا المبدعين جدا جدا دمكم على الشاشة نقل حي لما حول المستشفى المتواجد فيها اللاعب احمد رفعت في هذا التوقيت حيكم معنا على الهواء مباشرة احد المصادر نطمئن منه نعرف الموضوع عمل ازاي موجود كمان كابتن محمد صديق المدرب العام لفريق مودرن فيوتشر متواجد الكابتن حسام حسن ذهب لزيارة اللاعب وزي ما بقول لحضراتكم ما فيش اي تدخل ما حصلش اي تدخل ما فيش اي حد جي ناحيته كلام كله على هبوط تقريبا وبالتالي كان هذه الاغماء اللي اتعرض لها احمد رفعت ربنا رب يتمنى عليه ان شاء الله بإذن الله ويقوم سالم غانم ان شاء الله يرجع لبيته والأسرته والأهله في هذه الايام المفترجة لو في حاجة ممكن نعملها هي الدعاء لأحمد رفعت ان شاء الله بإذن الله بزوال هذه الغمة اشتركوا في القناة